سلب ونهب وقتل ودمار هي صورة لما آلت إليه أوضاع اليمنيين فالطريق الذي سلكته ميليشيا الحوثي كان فقط يهتف إلى إثراء قادة الجماعة فضمن مسلسل الاختطافات ونهب الأموال العامة والخاصة وسلب حقوق الغير اختطفت ميليشيا الحوثي رجل الأعمال أمين أحمد قاسم وأودعته أحد سجونها وأصدرت قرارا بمصادرة أمواله وممتلكاته الميليشيا تبرر سجن رجل الأعمال ومصادرة ممتلكاته بقضية تعثر وإفلاس بنك اليمن والخليج التي تعود إلى العام 2005 رجل الأعمال أمين قاسم الرجل المثقف دائع الصيط ورث العمل التجاري عن والده في عدن وكان من المناظرين ضد الاستعمار البريطاني في الجنوب والإمامة في الشمال وكان من الكتاب التنويريين وفي رصيده عقود من النجاحات في عالم المال والأعمال مراقبون يرون أن ما تقوم به الميليشيا يأتي ضمن مسلسل عمليات قمع وترهيب ونهب أصحاب رؤوس الأموال الأمر الذي أجبر نحو 30 مليار دولار على الهجرة الميليشيا التي كونت قطاعا خاصا تفيليا على حساب القطاع الخاص الحقيقي ويتغذى على المال العام تحايلت على القانون وابتكرت جهازا جديدا يعرف بالحارس القضائي الذي يتولاه صالح الشعر المشمول بعقوبات مجلس الأمن هو ذاته المسؤول أن تمويل حرب جماعته على اليمنيين ويستحوذ على ما يزيد عن 60 مليار ريال فضلا عن عائدات أموال القطاع الخاص الذي استولت عليه الميليشيا وبحسب تقارير فإنما يزيد عن 100 شركة ومؤسسة مملوكة للقطاع الخاص تم نهبها لصالح الحوثيين لن يكون رجل الأعمال من قاسم آخر رجال الأعمال الذين تصادر أموالهم ويودعون استجون بل إن الباب ما يزال مفتوحا طالما حلت الميليشيا محل الدولة شكرا